السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم وحبابي بكل خير معاكم أخوكم محمد الفهيدي من قناة السل السل العشرين الف خمسة اليوم عندنا شرح كيفية تركيب ريكافري لأي جهاز طبعا أنا أتكلم يوم أقول أي جهاز من الأجهزة المشهورة المعروفة مثل عائلة جالكسي مثل أجهزة وين بلس وين مثل أجهزة سوني مثل أجهزة الجي مثل أجهزة هواوي مثل أجهزة الأجهزة المعروفة طبعا الريكافري اللي بركبه يدعم أغلب الأجهزة إن شاء الله يعني يكون الدعم أكبر طبعا الريكافري اللي بركبه معروف ريكافري تويرب معروف جدا ومن أفضل نوع الريكافري أعتقد المعدلة على دعم قوي على المطورين يعتمدوا على المطورين بشكل كبير طبعا كيفية تركيب الريكافري قبل الشروع في هذا العمل وتركيب الريكافري لازم يكون عندك روت بالجهاز اللي مروض جهازه حيستفيد طبعا طريقة التركيب أنا رح أختصرها هي طريقة جدا سهلة ما تحتاج كمبيوتر ولا تحتاج يوسبي ولا تحتاج أي لخبطة فقط من متجر جوجل بلاي تحمل التطبيق اللي هو مثل ما أنتوا شايفين تطبيق تويرب هذا اللي أنتوا شايفينه بعد تحميل تطبيق تويرب منجر بعد تحميل التطبيق بإمكانك تدخل على التطبيق وإنت عامل روت إذا كنت عامل أي نسخة أو ريكافري آخر وثبت تطبيق الريكافري ثبت الريكافري تويرب رح يلغي الريكافري قديم فعشان كذا خذ حذرك وأنا ماني مسؤول إذا أنت أخذ نسخة قديمة لكن والله إذا جهازك كله أوكي 100% والنسخة اللي موجودة حاليا واللي أنت شغال عليها كويسة وتبغى تأخذ لها النسخة وتكنسل النسخة القديمة ركب تويرب وتأخذ لك النسخة من التويرب طبعا تطبيق تويرب مختصر يعني رح يفيدك بإمكانك تأخذ نسخة من البوت إذا طفيت جهازك تدخل على الريكافري من البوت تأخذ نسخة أو بإمكانك تأخذ نسخة من داخل الجهاز وهو شغال بدون أي مشاكل يعني ما يحتاج تطف في جهازك عشان تأخذ نسخة من الداخل فهو من هنا رح يش يطف في الجهاز ويأخذ لك النسخة يعني من هنا أنت تتحكم فيه وراح يدخلك على البوت وراح يأخذ لك النسخة طيب الشرح بعد تحميل ركب تويرب لازم يكون عندك روت مثل ما قلنا اللي ما عنده روت بيمكانه يركب روت سهل جدا ما يحتاج اليوسبي نفس فكرة الريكافري الروت هذا معروف اسمه كينغ روت يثبتوا وهذا كينغ روت يعمل روت لأي جهاز الأجهزة أغلب الأجهزة يعمل لها روت بدون أي يوسبي ولخبطه وشغلة متعبة فأنا أنصح بكينغ روت لأنه أسهل طبعا في ناس تحب روت مختلف لكن الكنغ روت أسهل لك ويعطيك يعطيك يفتح لك يعني بدون ما تفتح الجهاز حقك يروتوا لك طبعا الروت في ناس يقولوا إيش فايدة الروت الروت هذا كسر الجذر يعني جذر الجهاز أو الدخول في أعماق النظام ما تصير هذا الأمور إلا بالروت فعشان كذا ريكافر تورب يبغى يأخذ نسقة من أعماق النظام فلازم يكون عنده روت طيب بعد تحميل الريكافر تورب ندخل عليه بعد الدخول على الريكافر تورب راح يطينا بيانات النسقة هذه اسم النسقة أو نسقة الآب التسعة وعندك بيانات الداخلية وعندك بيانات كاملة طبعا أول ما الشغل ورح يعطيك بعد التحديث الأخير للتطبيق صار شكري جميل صراحة وهنا عندك الدعم الفني ترسلهم بالإيميل وهنا عندك إعدادات التطبيق طبعا هذه كلها بصراحة ما نحتاجها في البداية ما نحتاجها طيب نبغى نبغى مثل ما أنتم شايفين نبغى مثلا ناخذ نسقة طب كيف لو ناخذ نسقة مثلا قبل لا ناخذ نسقة قبل لا نعمل أي شيء طبعا هو فايدة الريكافري أنه يثبت لك النظام يثبت لك رومات جديدة ما هيستفيد من هذا الريكافري إلا لدائما شغالين على الرومات وتعديل الرومات هذور راح يستفيد بشكل أكثر من هذا الريكافري لأنه الريكافري معدل فأغلب المطورين يعتمدون على هذا الريكافري فيجعلون أو يخلون الرومات تبعهم تركب بشكل سهل مع الريكافري هذا أنا قلت لكم ما راح يستفيد من الريكافري هذا إلا الناس اللي تحب تعدل تحب التعديلات لكن الناس اللي ما فكت البوت لودر ولا عملت أي شيء ومعتمدة على تحديثات النظام الأساسية تحديثات الشركة المصنعة أنا ما أنصحهم أبداً أنهم يفتحون الريكافري لأنهم ما راح يستفيدون منه فاللي يبغي يركب رومات من عنده يفتح الريكافري لكن اللي يستنى والله الهوائي وما له باللخبطة ذي يخليك مقفل زي من أنت وخليك على وضعك زي من أنت عموماً أول ما نفتح التطبيق مثل ما انت شايفين علامة الزيت راح يجينا انستال انستال هذا إذا كان عندك روم محدث عندك تحديث للروم تقدر تثبت من هذا الخيار عندك الخيار الثاني والأهم اللي هو باك أب هذا الباك أب هو عمل نسخة كاملة للنظام يعني النسخة هذه بالتطبيقات بالبيانات تبعك يعني مثلاً أنت دخلت على تويتر ودخلت على فيسبوك وبياناتك فيها تأخذ نسخة كاملة يرجع لك النظام نفس الصورة في حال لا قدر الله خرب معك النظام ولا حدث معك أي أمر أو أي خلل تقدر ترجع الصورة مثل ما كانت عندك هذا القائمة استعادة المنصوخ هذه النسخة اللي ننصخ وهذه نستعيد طيب عندك الأمر هذا طبعاً هذا تحديث نفس التطبيق اللي هو إذا جينا الخيار هذا وهو أهم خيار حالياً نبغي نشرح فيه رح يعطيك نوع الديفايس تبعك اللي هو الجهاز نوع أو اسم الجهاز طبعاً الجهاز مثل ما تشايفين اسم جهازي 1 plus 1 طبعاً الخيار الثاني راح يقول لك recovery install يعني انت راكب عندك حالياً recovery هذا الخيارين هذا الاسم وهذا الريكافري عندي أنا الآن مثبت انت لو اخترت هذا الخيار وحطيت مثلاً سامسونج جالاكسي اس ولا سامسونج ولا أي جهاز وأنا أوريكم الأجهزة المدعومة طبعاً الأجهزة المدعومة كثير اسوس وأجهزة البيكيو وأجهزة الكات وأجهزة اله تي سي كثير كثير بشكل يعني ما تتوقعوا مدعوم بالالجي مدعوم بسامسونج مدعوم مترلا مدعوم نيكسوس مدعوم الأوبو مدعوم سامسونج مدعوم الهواوي كله بشكل يعني صراحة ما تتصوروا طبعاً اسم جهازي أنا موجود من ضمن الأجهزة هذه وين بلاس وين شرحي طبعاً أشرح من داخل وين بلاس وين مثل ما انتو شايفين وين بلاس وين وتحت باكون طبعاً اسم باكون هذا يرمز للجهاز جهازي اسمه باكون الدفع الأولى باكون في أجهزة اسمها منقارو في أجهزة اسمها فوقا في أجهزة في النكسوس طبعاً الأسماء هذه ماخوذة من أجهزة النكسوس لها أسماء معينة وين بلاس وين نفس طريقتهم لها أسماء معينة أجهزتهم طبعاً وين بلاس وين باكون اللي هو الموديل أو اللي هو A001 هذا موديل باكون الريكافري مثبت انستال طبعاً الانستال الريكافري هنا تثبيت الريكافري النسخة طبعاً أنا كنت مثبت النسخة هذه مثل ما أنتم شايفين حالياً نزلت بعدها نسخة ونزلت نسخة وحالياً ثبت النسخة رخيرة مثل ما قلت لكم عشان تعرف أن النسخة هذه نسخة جهازك وما تغلط فيها يجيك 1 plus 1 1 plus 1 3020 باكون image صورة طبعاً بعد ما نخلص من هذه نعمل انستال وبعد الانستال رح يثبت للنسخة من داخل نضغط على الانستال هذا وراح يدخلك على صفحة كبيرة وراح يبدأ يحمل إذا حمل وخلص رح يبدأ يعمل تثبيت بعد التثبيت تضغط اوكي بعدين رح يطلبك طلب ثاني غير الاوكي هل تريد تثبيته نقول نعم بعدين رح يطلبك طلب ثاني يقول لك هل تريد إعادة تشغيل الجهاز قل له كذلك نعم عساس لازم يثبت الريكافري يعيد التشغيل ويثبت لك الريكافري ميزة الريكافري يا أخوان أنه أنت بإمكانك تعمل backup من هنا يعني ما يحتاج أنك تطفي جهازك وتدخل على النظام وتعمل backup لا أنت تقول أنا بعمل backup أعطيني backup بيقول لك أوكي أنا بيعطيك backup طيب بعد ال backup رح يقول لك هل تريد أني مثلا أشغل الجهاز أعتقد أن هنا بوت هنا رح يأخذ نسخة للبوت ورح يأخذ نسخة للكاش ورح يأخذ نسخة للداتا اللي هي تطبيقاتك وهنا يأخذ نسخة الريكافري الموجودة داخلية أعتقد رح يأخذ نسخة للسيستم وهو أهم شيء بعد هذا تعمله أنه يستعيد طبعا في حركة تدخل في الإعدادات وبعد الإعدادات تقول له دائما إذا عمل تلي بكاب ارجع شغل الجهاز ودخل وخلي الجهاز يعمل هذا كل اللي موجود حاليا أتمنى أنه إذا عجبك الموضوع تقيمه إذا ما عجبك الموضوع تكتب السبب ممكن أن أكون غلطان بشيء أعدل هذا الشيء واتمنى لكم يوم سعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته